محليا أحبطت شرطة سيد بالعباس نهاية الأسبوع الماضي مخططا إجراميا تم تدبيره انطلاقا من المغرب حسب ما أفد به بيان المديرية العامة للأمن الوطني مساء الأحد ففي محاولة أخرى لضرب الاقتصاد الوطني حاول أفراد شبكة إجرامية طرح أوراق نقدية مزورة لتدول بسوق عاشية حلول عيد الأضحى حيث قدرت قيمة الأوراق النقدية المزورة المحجوزة في هذه العملية وهي من فئة 2000 دينار جزائرية ب321 مليون سنتيمة وتم كشف خيوط القضية استغلالا لمعلومة وردت إلى مصالح الأمن مفادها تحضير مجموعة إجرامية لطرح أوراق النقدية مزورة على مستوى ولاية سيد بالعباس